بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة الصف الخامس العلمي مثل ما شفنا في الدرس الماضي حتشينا عن حلول 821 حلول شون نعرف هذه المتابعات أو شون نكتب المتابعة والمتابعة قلنا لكم أكون متابعات منتهية ومتابعات غير منتهية والمتابعة عموما مجالها يكون مجموعة العدال الصحيحة الموجبة يعني زت موجب واللي تكون مجموعة جزئيها يكون متابعات غير منتهية والمتابعات المنتهية اللي يكون مجموعة تبدي بالواحد وعناصرها واحد اثنين ثلاث ثلاث ثنتمي ايضا تكون مجموعة جزئية من زت موجب تكون التابعات منتهية وبدلشنا تمارين اثنين واحد بلشت بسؤال الثاني الآن راح ابدي احل تمارين السؤال الاول من تمارين اثنين واحد وحتى نشوف اجقد وصل عندنا الفهم والمعرفة في معرفة هذه المتابعة عاملة فراح نكتب هنا تمارين تمارين اثنين واحد السؤال الاول السؤال الاول يقول اي العبارات اي العبارات التالية صحيحة وايهما خاطئة اليف كل دالة مجالها زت موجب هي متتابعة مثل ما اقلت لكم يا شباب هنانا يعني هذا السؤال ايها العبارة الصحيحة وايهما خاطئة تعتمد على فهمنا لموضوع شنو المتابعة وترسخ عندنا معنى المتابعة وشنو الحد النوني المتابعة نشوف كل دالة مجالها زت موجب هي متتابعة نعم هذه العبارة صحيحة العبارة العبارة صحيحة ليش؟ ليش؟ انه المتتابعة هي دالة ومجالها قلنا زت موجب وهي متتابعة ومتابعة غير منتهية كل دالة فرعباء كل دالة مداها زت موجب هي متتابعة نقرأ هذا السؤال كل دالة مداها مجموعة الصور زت موجب ليس شرطا كل دالة مداها زت موجب هي امتابعة هذا ليس شرطا الشرط انه يكون ارجع ونقول المجال الشرط هو هذا مجالها وليس مداها المدى هو الرينج او مجموعة الصور اللي تطلع لنا فاذا مو شرط يكون المدى زت موجب ممكن المدى يكون ار ممكن يكون ار مجموعة عداد حقيقية فان هذه العبارة هنا شو نقول العبارة خاطئة جي يقول كل دالة مجالها كاتب لي ثلاثة خاطئة خاطئة هذه العبارة خاطئة ليش لو بادي من الواحد ومستمر نعم نقول دالة بس ما دام بادي من الثلاثة ليست متتابعة فرق دال كل دالة كل دالة مجالها زت هي متتابعة كل دالة مجالها زت زت هي مجموعة العداد الصحيحة ومجموعة العداد الصحيحة تحتوي على العداد الصحيحة الموجبة والسالبة والصفر زين اذا هنا ممكن نبدي بالصفر ممكن تكون سالب وهذا هو مو مجالها اذا ايضا نعتذر من هذه العبارة ونقولها هذه العبارة خاطئة العبارة الصحيحة لما تكون فقط الاعداد الصحيحة الموجبة زت موجب العبارة تكون صحيحة لما تكون زت موجب والصفر هذا موجود بها الصفر والاعداد السالبة فنعتذر من هذه العبارة ونقولها شوف رأها كل دالة كل دالة مجالها مجالها يقول لي واحد واثنين ثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة هذا مجالها هذا يقول لي متتابعة ومنتهية 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 الدالة نسميها متتابعة اذا كان مجالها مجموعة جزئية من مجموعة العدالة الصحيحة ويبدأ بالواحد واحد ثلاثة اربعة يبدأ بالواحد نعم هذه متتابعة ومنتهية نعم العبارة صحيحة ودقيقة مئة بالمئة فهنا نقول العبارة العبارة صحيحة ودقيقة ايضا مو فقط متتابعة هذه متتابعة ومنتهية نعم اللي مجالها واحد لانه يبدل حد الاول ما لها واحد والحد الاخير هو راح يكون يعني لما نكون مجاله السبعة نعم هذه العبارة دالة مجالها متتابعة ومنتهية وهذا هو المجال العبارة صحيحة مئة بالمئة شوف فراء شنو عندنا واو فراء واو يقول كل دالة كل دالة مجالها مجالها راح نكتب هنا مجالها واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة هي متتابعة فراء واو او السؤال اقماو وهي لا تنسون احنا دا نسأل ان هل عبارة هذه صح لو خطأ بالرياضيات احنا ما عدنا يعني لا سنقول هاي الصح والخطأ يعني لازم يعني كون عدنا ادراك وعندنا نطي معاني كل دالة مجالها مجالها يعني مجموعة التعويض واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هاي اعداد صحيحة موجبة تبدأ من الواحد زين لما انهيتش دالة هذا مجالها اذا هي متتابعة نعم العبارة صحيحة بس هذه المتتابعة متتابعة منتهية مثل هذه السؤال القبل لانه من واحد للثنين الثلاثة الاربعة لاحظوا هذه الدالة مجالها هذا مجالها نعم هي متتابعة بس المتتابعة هذه منتهية ومرتبة بادية من الواحد يعني لو مثلا ما اعدي هذا العنصر الخمسة هذه ليست متتابعة مثلا او مثلا يصير هنا الستة وهي خمسة مثلا هذه العناصر مالتها زين هذه تصبح غير صحيحة يعني لازم ندي واحد اثنين ثلاثة اربعة لازم يجيجي هنا نمسح الستة يجي هنا الخمسة وهذا الشي يصير الستة هذه العبارة نقدر نعتبرها عبارة صحيحة بس هذه العبارة الصحيحة ناقصة عبارة صحيحة وهي متتابعة ومنتهية لأنه تبدو للوحد بس ما نقدر نقول هي ليست متتابعة لا متتابعة بس هذه المتتابعة افهم اوليدي افهم ابنتي افهموا انه هذه العبارة صحيحة لأنه بادية بالواحد نشوف لدينا الفرع الآخر اللي هو زاء يقول الحد الرابع في المتتابعة كاتب المتابعة جذر n على n زاد واحد هاي المتتابعة يساوي يساوي 2 على 5 الحد الرابع هنا نطيني الحد النوني او القاعدة حتى اشوف هذا الحد الرابع يساوي 2 على 5 او 5 على 10 او 12 يجد ما يقول هنا لازم اشتغل يعني نقول اولا عندما مثلا n يساوي 1 شي صد هذا جذر n على n زاد 1 ويساوي جذر الواحد على 1 زاد 1 ويساوي 1 على 2 هذا هو الحد ن ن يساوي 1 2 عندما n يساوي 2 ونشتغل ها و3 عندما n يساوي 3 4 عندما n يساوي 4 راح نعوض هنا عن 4 جذر 4 على 4 زاد 1 جذر 4 جذر التربيع 4 كنا نعرف هذا ياخذ احتمالي موجب سالف يعني زاد ناقص 2 على 5 نعم هو طلع 2 على 5 هنا لو محدد لي قايل لي بيش ارط انه اخذ فقط القيم الموجبة اقدر اقول 2 على 5 صحيح بس هنا العبارة مفتوحة وان ممكن تكون زاد ناقص فنقدر نقول العبارة خاطئة ليش لان هنا تاخذ احتماليا موجب سالف وهن هو مطيم بس احتمال موجب لو قايل لي هنا زاد ناقص اوكي العبارة صحيحة بس هنا اطلع لي هذا الحد الرابع هذا هو الحد الرابع زاد ناقص فيه هو السالب لو الموجب احنا ما نقدر نفتي بهذا الموضوع ليش انه محدد لازم نتحدد يالله نشتغل احنا بالرياضيات عدنا شي ثوابت ما نقدر نتجاوز علي شي منيطلع داخل خارج الجلد التربيحي ياخذ احتمال الموجب سالب وهذا نقدر نقول لا يساوي الاثنيا على خمسة لا يساوي اذا العبارة شون شكلها خاطئ زين شوف فرع زا هذا شوف فرع حا يقول مجال المتتابعة نكتبها اثنين اربعة ستة الى تسعين ستة وتسعين هو زت موجة مجال هنانا انا ما ادي القاعدة اللي اشتغل عليها اللي حتى اقول هذه عبارة صح له خطر ما ادي القاعدة اثنين اربعة يعني هل عدد مربعة الاول ثاني اثنين الثالث رح يصير تلاتة تكعيب تسعة زين واذا ما اقدر اعرف اذا هنانا من ما ادي القاعدة من يقول هذا المجال هو زت موجة جز مجالها غير غير عداد او الاعداد الزوجية اذا هنانا العبارة ايش نقدر نقول عليها العبارة خاطئة نشوف فرعطاء في المتتابعة المتتابعة يول الان حيث الجزء مننا يعني مو كله نعم يول الان زعدا واحد يساوينا ان في يول الان فان 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 الحدان الاول والثاني مختلفان بالاول والثاني مختلفان عندما ان ساوي واحد الحدان اول والثاني مختلفان نقرأ هذا السؤال علي كيف رح بروز و علي كيف يقول في المتتابعة حد النون حيث يقول الان زعدا واحد يساوينا ان اتحادها يول الان زيان فان الحدان الاول والثاني مختلفان عندما ان تساوي واحد نعم حدان الاول والثاني يكون مختلفان زيان نعم الحد الاول والثاني رح يكون مختلفان يعني لمن ان يساوي واحد شا حصر هذا واحد في ان الوحد من ناخذ اثنين شي صير اثنين في الحد الثاني ثلاثة في الحد فالحد الاول مختلفان عندما ان يساوي واحد اكيد عندما ان يساوي واحد الحد الاول والثاني زيان رح يكون مختلفين زيان فرأياء هنا رح نشوف يقول في المتتابعة في المتتابعة ان تربيع يكون شي يكون حد النون زادا واحد اصغر من الحد النوني اصغر ماشي هذا ما دام ان تربيع اذا الحد كل ما تزيد عندنا بدايته اذا احنا نبدأ دائما قلنا بالواحد يعني الحد الاول واحد تربيع واحد زينا الحد الثاني اثنين اثنين تربيع اربعة اذا دائما هذه العبارة شون شكلها العبارة خاطئة هذه العبارة مباشرة خاطئة ونقدر نمشي ونخرص من هذا تماما زينا ونكون شفنا هذا اللي عندنا نشوف هسا السؤال الثالث السؤال الثالث السؤال الثالث سؤال الثالث يقول في المتتابعة في المتتابعة حدها النوني حيث يول الان يساوينا ان تربيع زاد الاثنين ان اثبت اثبت ان يول الان زاد الواحد اكبر من يول الان زينا حتى نثبت هذا يول الان زاد الواحد اكبر من يول الان راح نجي احنا عندنا يول الان هو ان تربيع زاد الان يعني ش راح يصير عندنا لو نشوف ان زاد الواحد هذا من نجي نعوض هنا يول الان زاد الواحد نطرح ناقص يول الان احيكون اكبر من صفر نجي اليول الان يول الان شي ساوينا ان تربيع زاد الان اذا شي سيدي نعنا ان تربيع ان زاد الواحد الكل تربيع زاد ال اثنين افهم اثنين في ان زاد الواحد هذا هو المقطع الأول ناقص يولي الان هو نفسه هذا ينزل شي صير ان تربيع زاعدنا 2 ان بين قوسين وهذا لازم شي يكون كل ناتج أكبر من صفر نفتح هذا ونبسط شي صير لدي هنا مفكوك حداني ان تربيع زاعدنا 2 ان زاعدنا 1 ندخل الاثنين هنا شي صير زاعدنا 2 ان زاعدنا 2 ناقصا بس قبل ما هذا نفتح حالك كيف ناقص شي صير هذا عفل يدخل ناقص ان تربيع ناقصا 2 ان وهذا لازم شي يكون أكبر من صفر ان تربيع وي ان تربيع نضيغها 2 ان موجب ويسال 2 ان إذا الشي بقى عدي 2 ان زاعدنا 3 و2 ان زاعدنا 3 هذا أكبر من صفر نعم ليش لأنه ان تبدأ بيش بالواحد 2 ان في أي واحد زاعدنا 3 هذا أكيد العدد أكبر من صفر إذا U للان زاعدا واحد راح يكون أكبر من U للان لأن طلع الناتج أكبر من صفر موجب يعني نقول هذا أكبر من هذا من النقلة راح يبقى بكانه صفر إذن هذا أكبر من صفر لأن هذا ثلاثة والآن تبدي دائما تبدي بالواحد ويكون هو هذا حالنا لهذا السؤال عندنا السؤال الأخير السؤال الرابع يا شباب تماري 221 السؤال الرابع يقول أكتب أكتب 8 حدود من المتتابعة تابعة بفرد حد النوني يساوينا أن زاعدنا 2 أن فردي وأربعة على أن فرد أن شنو زوجي و اليو هنا علي يقول لي اليو بحيث من زاة موجب إلى أر طيب حتى نحل هذا السؤال يا شباب عليك هنا يقول أكتب ثمانية حدود من المتابعة بفرض أنه هذه القاعدة التي تربط المجال ماتي زاة موجب لليو والمجال المقابل هو أر أهم شيء يكون المجال هو زاة موجب نعم إذن هذه المتابعة هذه المتابعة وهذه الدالة بها صورتين بها صورتين الصورة الأولى أن زاة 2 تأخذ الأن الفردي والصورة الثانية أربعة الأن تأخذ الأن الزوجي فأولا عندما أن يساوينا واحد الواحد فردي إذن شاه يأخذ هذه الصورة يقول الأن يساوينا أن زاة 2 ويساوينا يقول الواحد يساوينا واحد زاة 2 ويساوي جد 3 2 عندما أن يساوينا 2 الاثنين كنا نعرفه زوجي إذن يقول الأن شرح يساوينا أربعة على أن ويساوينا أربعة على اثنين ويساوينا اثنين هذا هو الحد الثاني هذا الحد الأول حد الثالث عندما أن يساوي 3 ثلاثة ثلاثة فردي إذن يقول يساوينا الفردي يأخذ هذه الصورة اللي هي أن زاة 2 يعني ثلاثة زاة 2 ويساوي نشغل 5 الثالث طي هسا نريد 8 حدود هسا نوجد أربعة عندما أن يساوينا أربعة لأن زت أعداد موجب لازم تبدأ مثل ما حتشينا قبل شوية السؤال الأول أنه لازم تبدأ 1 2 3 بالتسلسل وبالترتيب مثل ما حتشينا أن تساوي أربعة الأربعة زوجي لو فردي زوجي إذن ونطبقها هنا إذن يو للأربعة شي يساوينا أربعة على أربعة ويساوي نشغل واحد خامسا عندما أن يساوينا خمسة والخمسة كنا نعرفها عدد فردي ليش إنه ما يقبل قسمه على 2 ببساطة شديدة إذن ورح نطبقها على الأول يول الخمسة يساوينا أن زادنا 2 ويساوينا خمسة زادنا 2 ويساوينا 7 سادسا عندما أن يساوينا 6 والستة كلكم حضراتكم أبنائي بناتي تعرفون أنه عدد زوجي إذا راح تطبق على الثانية يول الان أو يول الستة يساوينا أربعة على أن ويساوينا أربعة على ستة ويساوينا 2 على ثلاثة زين شون يصلي طلعنا كسر نعم لأنه مجالنا المقابل شنو شوف مجالنا المقابل وإحنا نبدأ بزت موجب هذا كل داخل زت موجب 7 نرجع عندما أن يساوينا 7 7 كنا نعرف الفردي إذا راح يطبق بالقاعدة لأن السبعة يساوينا أن زادنا 2 هذا الذي تأخذ مجالها العداد الفردية يساوينا 7 زادنا 2 ويساوينا 9 وثامنا عندما N يساوي 8 إذا حد الثامن 8 زوجي إذا تأخذ القاعدة 4 على N ويساوينا 4 على 8 ويساوينا نصف ممكن يطلعنا نصف أرجع وكرر نعم ممكن تطلعنا نصف ليش لأنه مجالنا هنا مجالنا لاحظوا يا شباب ولدي مجالنا المقابل هو R مجالنا Z هو مجالنا المقابل هو R مجموعة أعداد حقيقية فصحيحة فحتى نكتب 8 حدود المتابعة هذه المتابعة راح نكتب هالشكل هنا خلنا نمسح هذا حتى تكون واضحة إذا حدود الثمانية الأولى شراح الصيد الحد الأول نرجع هنا الحد الأول N يساوي نجد 3 3 الحد الثاني طلع للثنين الحد الثالث جاء طلع لي 5 الحد الرابع جاء طلع لنا 4 حد الخامس 7 حد السادس طلع لي 2 على 3 حد السابع طلع لي 9 والحد الثامن طلع لي نصف هذه هي الحدود الثمانية الأولى من المتابعة 1 2 3 4 5 6 7 8 ولاحظوا نعيد هنا نركز على هذه هذه الدالة هذا مجالها وهذا مجالها المقابل مجموعة الأعداد الحقيقية هنا الدالة هذه الصورة 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 الأولى لما تأخذ الأعداد الفردية والصورة الثانية لما تأخذ الأعداد الزوجية وعوضنا لما نعوض من أن يكون العدد لازم نحكم عليها فردي لو زوجي فردي لو زوجي نعرف وين عوض وكمناهن واكتبنا المتابعة حدها الأول والثاني والثالث والرابع والثامن إلى وصلنا إلى الريدة ونكون بهذا احنا كمنا تمارين اثنين واحد يا شباب وأرجو أنه تكون استفادية من عدهن وتعلمتوا منهن حتى تفيدون نفسكم وتفيدون أهلكم ووطنكم استودعكم الله وأعمل أن ألتقيكم في درس قادم جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة